بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه ربي العظيم سبحانه ربي العظيم سبحانه ربي العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هيا أعزائي المشاهدين نبدأ في تلقي العلم ومعرفة بعض أحكام التجويد للآيات المباركات مع فضلة الشيخ خالد فضلة الشيخ نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد سريعا مع الآيات بعد الاستعاذة والبسملة تأدبا مع كتاب الله تبارك وتعالى فلا تنسى إنما أذكر كما يذكرنا القرآن هذا أولا ثانيا مع الآيات ابتداء وافتتاحا وقطعا ووقفا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الْوَاوْ عَاطِفَةَ عَلَى مَاذَا؟ على القسم الذي أقسم به الله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون الجواب إنه لقول رسول كريم العطف وإنه لتذكرة للمتقين إذن فالكلام على كتاب الله الذي نتعلم كيف يتلى إذن فالكلام القادم صفات للقرآن الكريم واحد إنه لتذكرة والتذكرة هي تذكرة بما غفلت عنه إجمالا في حق الله في حق نبيه ومصطفاه في حق دينه في حق نفسك إلى آخره إذن تعلم الافتتاح وقف على للمتقين نسأل الله أن نكون جميعا منهم هذا أول صفة وإنا لنعلم أن منكم مكذبين درس عملي من الحق تبارك وتعالى لبني آدم في إعطاء النصح للغير الله تعالى أرسل رسوله وأرسل وأنزل عليه القرآن وهو يعلم سابقا أن من هؤلاء من مشرك مكة وعلى مر العصور من سيكذب النبي ويطعن فيه ويسب بل ويكذب القرآن ويطعن فيه ويسب ومع ذلك أرسل القرآن وبعث التذكرة درس عملي لكل بني آدم أد ما عليك ولا تقل إلا أنا سبب والنتيجة عند الله تبارك وتعالى أتى بها هنا ليعلمنا لأن القرآن تذكرة وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وقف حتى تفهم الدرس وخذ نفس بين الجملة والجملة مع قصرها ابتداء ووقفا أنا لا أشرح ولكن أوقفك على الكلمات الابتداء والوقف وهو متعلق بالمعنى فكيف ستفهم الابتداء وكيف ستفهم الوقف إن لم تعي المعنى والكلمات والآيات أمام قصيرة ستدعوك للسرعة أن تصل لا فجمال المعنى لا يظهر إلا بالابتداء والوقف لا بالوصل وإذا كان في الوصل معنى أجمل سأدلك عليه وأقول الوصل هنا أولى إن ذقت المعنى المهم هذا هو الدرس الثاني من الفاصل الثانية أي الآية التي تليها وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين القرآن حسرة قف عندك أنت تقول صفات القرآن هل القرآن حسرة لا والله إذن كيف يكون هذه الكلمة أقولك تمهل واسمع جيدا القرآن بلساء عربي مبين حسرة اسم مصدر معناه ماذا أن تندم على شيء فات أنت ترغب فيه والكلام على من كذب وكفر بالقرآن ماذا سيكون يوم القيامة حسرة ما معنى الحسرة حسرت عن ذراعي أي كشفت عن ذراعي إذن الأصل في الحسرة الكشف جميل ماذا سيفعل من كذب بالقرآن وكذب النبي يوم القيامة سيندم سينكشف له بعد فوات الأوان أن لو كان قد صدق هذا معنى الحسرة لهؤلاء الذين كذبوا لذا وصفهم الله بهذا الوصف لأنه وصف يعم من كذب ومن عاند وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق ما أجمل الاسم للسورة مع البدء مع الختام يجمع بين الدنيا والآخرة نعم إنه يقين فإن كان القرآن كذلك والحق تبارك وتعالى أسدى إليك كل هذه الأشياء فأقل شيء تستطيع أن تؤديه لله شكرا وهو الذي أنعم عليك أن تسبح باسم ربك الذي رباك فإنه عظيم هل فهمت؟ هل لاحظت الابتداء والوقف مع الكلمات؟ لها أثر كبير أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل بما علمنا بعد أن تعلمنا الابتداء والوقف الدرس الثاني من الآيات أخذنا فكرة عامة عن تعريف التقارب عن تعريف التجانس عن تعريف التماثل اليوم تطبيق عملي مع الآيات لو ابتدأنا مثلا من قوله تعالى من أول الآية وإنه لتذكرة للمتقين حرفا حرفا تدريب عملي على معنى التقارب الواو من الشفتين الهمز من الحلق إذن هذا يسمى تقارب أم تباعد أم تجانس التباعد لأنهما متباعدان في المخرج جميل الهمز مع النون النون من طرف اللسان والهمز من الحلق تباعد النون والهاء تباعد جميل هل لك أن تزيد في التباعد شيئا؟ نعم الواو متحركة والهمز متحركة واي كلاهما متحركان إذن هذا تباعد شيء اسمه؟ آه إذن نندرج تحت التباعد أيوة كلاهما متحركان يسمى كبير الأمر الأساسي هو التدريب على المعلومة التي أخذناها لنفرق بين التقارب والتباعد والتجانس والتماثل ليس الأقسام ولكن على سبيل التنبيه لأني أسمع الآن بعضا منكم متخيلة أنه يقول لهذا كبير وذاك صغير ولكن نسير واحدة واحدة بعد أن أعطينا المفتاح لمعرفة التقارب المفتاح للتجانس نتدرب عليه أولا ثم نأخذ الأقسام بعد ذلك فإني لا أنسى ذلك إذن نكمل سويا النون والهاء تباعد معي من قوله وإنه الهاء واللام وإنه لا تذكرة الهاء حلقية واللام من طرف اللسان تباعد لا تاء اللام والتاء يفصل بين اللام والتاء النون والراء وبعدهما الطاء والدال والتاء إذن بينهما تباعد وإنه لا تذكرة التاء والذال التاء من طرف اللسان والذال من طرف اللسان مع أطراف الثناية أيضا أذ أذ انتبه وطرف اللسان التاء متحركة والذال ساكنة لمن يقول لي بالأقسام ها هي الفرصة قد حانت ما رأيك أن تجرب التاء مع الذال هنا لا تذكرة التاء متحركة والذال ساكنة الأول تحرك الثاني سكن ماذا سيكون الحكم في القراءة تذكرة جيد أظهرناها هذا يسمى ماذا تقارب تجانس تباعد انتبه ليس من مخرج واحد نعم تقارب أحسنت ما رأيك لو أخذت التاء والذال وعكست وقلت مثلا في كلمة ليست معنى عذت من قوله مثلا وإني عذت بربي وربكم التدريب العملي أن تأخذ الحرف من الكلمة التي أمامك ثم تنظر فيها جيدا وتنظر في بقية الكلمات حتى تسير بحرية وينتج عندك ثمرة التدريب على التقارب والتجانس جيدا فإن قلت عذت الأول سكن والثاني تحرك هذا صغير تذكرة الأول تحرك الثاني سكن ذاك مطلق لتذكرة الذان والكاف من طرف اللسان الذان والكاف من أقصى اللسان ذاك تباعد تذكرة الكاف من أقصى اللسان والراء من طرف اللسان تباعد جيد أصبح الأمر ميسورا جيد أذكرك بالقاعدة الأساسية كل حرفان تباعدا في المخرج وتباعدا في الصفة يسمى حرفان متباعدان كل حرفان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات يسمى متجانسان جيد كل حرفان أمامي تقاربا في المخرج تقاربا في الصفات أو تقاربا فيهما معا يسمى نعم متقاربا ها هي القاعدة ها طبقنا عليها أول كلمة أو كلمتين من آيات اليوم اتصالاتكم جزاكم الله خيرا في لطة الشيخ نحن خذنا في لطة الشيخ المتجانسين والمتباعدين والمتقاربين وفي أقسم لهم كبير وصغير ومطلق هل هناك أقسم أخرى ولا هي دي فقط هي ثلاثة فقط من كل واحد منها يبقى احنا عرفنا أن المتجانسين والمتقاربين والمتباعدين في كبير وصغير ومطلق نعم وسيأتي له تدريب أيضا عملي جزاكم الله خيرا فاهمنا فضل الشيخ بارك الله فيكم معانا بسمالة من القيرة تفضلي بسمالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه تذكرة للمتقين بسم الله الرحيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بإسم ربك العظيم سمعني يا بسمالة بسم فسبح باسم ربك العظيم أحسنت يا بنت ربنا يبارك فيك سبحان ربي العظيم ربنا يبارك فيك يا فضل الشيخ وربنا يبارك فيك يا بسمالة نسمع فضل الشيخ بزيدا من التدريب على المتجانسين والمتباعدين والمتقاربين نعم إن أكملنا مع الكلمات بسملة لم يعني لوحت لنا بشيء هام معنا في آيات اليوم وبعده نكمل يجب التنويه له ألف الوصل في كلمة بسم هي آخر آية في آيات سورة الحاقة كلمة بسم هي هي في أول كلمة في السورة التي تليها بسم الله الرحمن الرحيم هنا في آخر آية في سورة الحاقة بألف في أول السورة التي تليها المعارج بدون ثم نواصل أنا عارف الإجابة في فضل الشيخ بعد أن أستمع لأم ملك من اسكنديريا تفضلي أم ملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ياريت أخذ نفس بعد إذن حضركم وملك أخذ نفس وأبدأ ملقا من أولها وأوصلها عشان ما ينفعش أبدأ وأنا منكم مكذبين كما لا يجوز أن أبدأ ولكني أراكم قوما تجهلون حاضر ربنا يبرك فيكي وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ما شاء الله أحسنتي إلا نبيك لي بقى يريد تخدي نفس بين الآية والآية ما تبقاش زي سكتة لإنك بتبني على نفس الأولاني وما بتخديش نفس عشان كده أسر الوقف معاكي والإبتداء ربنا يبرك فيك يا رب السؤال يا شيخ نابس نعم متى تثبت الألف ومتى تحدث؟ نعم في رسم المصاحف لا إملاء وإن كان ما سأقول اتفق عليه كتاب المصاحف وعلماء العربية أول شيء انظر إلى الكلمة الواقعة بعد كلمة باسم فإن وقع بعدها لفظ الجلالة يحذف ألفها ودي ألف وصل على فكرة فإن قرأت في كتب ألف وصل أو همز وصل اللي اتنين بمعنى واحد كلا لسمين مترادفين لمعنى واحد همز وصل أو ألف وصل لأن هذه الهمز توضع على ألفين في أول أي كلمة سواء كان همز وصل أو همز قطع إذن إذا وقع بعد كلمة باسم لفظ الجلالة تحذف ألفها اتفاقا إملاءا ورسما في المصاحف